من عاند الحق قتله واليقربنا يموت بشكل أو بآخر هاتنا سمعه وشنو أقال ثم مأثور عربي يقول من عاند الحق قتله يعني الهجمات هذه اللي هي متكررة وتحتد والقصف المركز هذا على حركة النهضة واللي كل مرة ياخد شكل عموما نجم قسموه نحن الصنفين معنا قصف مركز خشن بالقوة الخشنة استعمل فيه برقابة رب يرحمه يغفر له واستعمل فيه بن علي رب يوجه خيرك وتو مشاع لروحه معناه كل الوسالة سعملوا فيه آلة الدولة القضاء والأمن وسعملوا فيه كل الأسليل وسعملوا فيه كذلك قصف ناعم لين كما الآن قاعدين يعيشوا فيه ولكن معها كل هؤلاء صحراء الألم وصحراء الألغام هذه كل اللي قطعناها ولسنا أنبياء ولا نحن من أولي العزم وإنما لأننا نحن استضلنا بالحق ثوى لحد الآن شفتوا أنتم أي طرف يحاول يتحرش بحركة النهضة بالتهم الباطلة ولا بالتهجم راهوا ما قالوا الانهياء وما قالوا الندم وحده وحده وروا من عملوا شي نحن نرواه من عاند الحق قتله هكذا علينا شحنا اللي قربنا يموت بشكل أو بآخر إذا كانوا اقتراب نتاعه غير جيد واقتراب وموت معنا ويرأوا سياسي هل نشوف فيهم تواهم الكل الكيانات تجياء صدايا وبقايا كيانات وهمية سوفيان يرسر كل الخطاب مشحون قص كيف هذا هزوب سيكاتر بالحق سوفيان والله هزوب سيكاتر حلو مشكلته ساولان الحق سيفا من كلام يعني من اسماء الله الحصن من عاند الحق الحق رو ربي هو الحق والحق يعلى ولا يعلى عليه ثانيا يمشي بسكاتر يخي عبر على لا يقول اما تقول يموت بشكل ويؤدي لو هزوما كلام رو كلمة كرصاصة مشترجة تحرش بالنهضة وشوف بنالية شوف بورقيبة ربي توها ذايا شوف شوف الفر بورقيبة بصراحة قطر نظر هاو سيدي ما كانوا بديموقراطية ما كانوا عادل يزيب الله شوفت العقليا تتخمر هذا يسمى بالنظرية العامة للتحركات الاجتماعية وكتب فيها تشاختين وغيره رو عمرو هتل المثال عمرو ما جاء قال حطوا لهول كل المثال في الفور كلماتوار ما يجي واحد يقول واسم هذو ما كان حطم فور كلماتوار الخير يسكت لاخر وقال لا يقول والله هذو ما كان قضاو عليه الخير الاخر يقول لا نمشي نعمل فور كلماتوار يعني الخطاب ممكن يعطي السياقات تؤدي إلى غدوة واحد يقول لك معارض النهض لا نمشي ندغره والاخر يقول لك هكذا يخي أنت ربما لديك منبر ووسكت هذا عمرو لما نشوفوه يتكلم نهار خلاج يحكي بكذا هذو من الناس اللي عنده نخوة السلطة لي فيلاس دي بووار في بالوطوة هو ولا سيدي تاتا وهو يحكم كما في رواية كان عشكي نقلتها من أعض رواية نقلتها في حياتي هي سنطاند صوري تود قبل غسام البرس مائة سنة من العزلة وثم واحد كلنا اسموا لاني وباندية انهار يقول أنا الفاتق الناطق أنا ربك بالأعلى كما قال فرعون واش يعمل يعمل ساركة هذي حلقة ويقعد في وسطها وبعيد عليه ثلاثة متر وما يقربوهش العباد بالطبع الشيء اللي عملها يعني تقف على الطرف بعيد عليه ثلاثة متر واش تحكي معا حتى انهار ورسولة أمه دخلته وعطته طريقة جيت دع كسرت لفصال وقال لشنو هبلت انتي وشدته فاشختته هي أمه ورسولة هذي شخصية رهيبة في هذا الرواية اللي يسميه هو هذية سكرات السلطة يولدي معناها هل تحسب روحك هل تحسب روحك تحكي بالطريقة هذية بكل صراحة أنا نعتبره وأنه هذا من الكلمات وحذق ويعتذر السيد يموت بشكل أو بأخذ كلام هذا يتقال ومعناها من عادة الحق قتله يعني تحكي على القتل والموت وغيره ما تقول لا تعبيل بجازي تيتي التعبيل بتاعك حمال إلى معاني معناها خايبة يسل ودل وأنه سيد في هزيان السلطة هنا هذا ما أحدث أنه الفرق قطيع يظن أن يذهب على العاهول أو يظن أن يذهب يجب أن يجب أن يشمل وأنه يقول لك لم يجب أن تخلق مجمع لا تخطو يلا تخطو شهداء وفاق شهد ومجمع لا تخطو أخطو الجماعة تخطو قال لها سكتة قلبية كل شخصة يموت يقتصد لكن تألم من أن يقتصد أن لذلك نرى اليوم السياقات لا يوجد في هذا وهذا موجود لو تلقاه حتى عند جبه الشعبية تصريحات أحيانا نارية ملغمة لمو أمو والله يرحم فمك تصريحات ملغمة كليبات ملغمة كل ألغام وكل قنابل الإنشطارية هذا ختير جدا يا أخي الكلام وحسن كلامي ما كان قليل هو أغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه والكلمة الطيبة لو موجودة حتى في الديانات السماوية وتعرف معناها الإنسان أما تتكلم الخير ولا سيب عليك أحنا في الكمينكستان تقالي والعباد كله شوف كما عندكم تقول وسكتوا خبتي إلا كان بيش تقول حاجة تكون منطبطة بمحتراء والمحتراء ماذا بينا يكون طيب خلنختم بوزير العدل الجديد كريم الجاموس يقول ليؤكد ورد كاتب محكمة تونس في سرقة محجوز في قضية بالعيدة بخصوص وقاعة سرقة المحجوز من بيت المحجوز ببداية تونس فعلا سجلت عدة سرقات للمحجوز من طرف كاتب محمة ومن بينها سرقة حسوب محمول تابع لأحمد الرويسي وهو محجوز على ذمة قضية تحقيقية أخرى غير تلك المتعلقة بقضية شهيد شكري بالعيد تم القبض على الكاتب هدايا وأحيله على التحقيق وعنده ثمانية قضايا وتم إجراء كذلك اختبارات فنية في الموضوع على الحسوب هدايا قبل سرقته سوفيان أوتوماتيك مو اللي يسرق حسوب متعرهابي هو سعر حسوب هذا تذكر تسرقه هو سعر حسوب تسرقه هو سعر حسوب تجده على دار وقته في إنجردين وهزو الحسوب وظمينا ضمن المحجوز وبعده ملقاوش هكا ملقاوش ملقاوش ومن بعده قالوا ليس ترعوه وقاوه فارغ شكرا من بعد عمنا عليه اختبارات وتعف اختبارات هذي تدخل فيها دول متقدوة جدا كيفان امريكان مش سهل اي بلدان متطورة جدا ولا للمان ولا جابونيين انت جمج تونس وتزير ومصر هذي ما يلعبوش في ذا احنا الفلبسيسا ولا حكاية هذي بافيت انفر حكاية هذي خاطرتنا واكثر بد هذا الحسوب يرجع وفارغ وغرق عليه اختبار ثم تتم سرقته من جديد بالله العظيم هذي شي محجوز يتسرق مرة وبعد يسترجع وان بعد عود يتسرق يقول وقفه هذا يعطينا معطيات أكثر وقل لنا السيد هذا اشكونه اصله فصله وحل عليه الكتاب البتروى لشكون يخدم هذي كديما المعلومة المنقوصة كما قبيلة قال وقتش بدنا الحاثة لقرسي الجموسي وزير العدن وحتى عيسام الشاب يحيى الجرق متاع وانو قال معناها السيد حب يخطوه خذر ولكن اشكون عطينا الأطراف بش تكون المعلومة أكثر مصطفيلة ممكن فيها جانب سري لكني وليك وليت المحاكم وكايني يدخل ويهز ويناحي لحب وخابة المسعى شكرا لك سوفيان بفرحاتك اليوم وصلنا الختام مديمات حيديك حبيبش منك في القناة